أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة نطقت بالقول الفصل بين الوطنية المصرية الخالدة ومحاولات هدمها أو خطفها لصالح قوى غير وطنية وأضاف الرئيس السيسي في كلمة بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة الثلاثين من يونيو أن المصريين استردوا مقدرات دولتهم وأنه فترة عصيبة من الفوضى والدمار تحتفل مصر اليوم بالذكرى الحادية عشر لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة التي نطقت بالقول الفصل بين الوطنية المصرية الخالدة وبين محاولات هدمها أو خطفها لصالح قوى غير وطنية اليوم الذي قال فيه المصريون كلمتهم فحفظوا بها وطنهم واستردوا مقدرات دولتهم وأنه فترة عصيبة من الفوضى والدمار وصاروا بعدها على طريق الخير والنماء والتقدم رغم كل الصعاب والتحديات بعد أن أعادوا اكتشاف قوة وصلابة الإنسان المصري وعبروا بجلاء تام عن حقيقة معدنه الأصيل حيث معاني الشرف والفخر والمجد والبطولة قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد اجتماع له يوم السبت القادم وذلك فور إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وأوضح دياء رشوان المنصق العام للحوار الوطني أن هدف الاجتماع معاودة طرح تساؤلات والتنصيق مع الحكومة الجديدة فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال المراحله السابقة وأضف منصق عام الحوار الوطني أن من بين أبرز التوصيات التي سيكون لمجلس الأمناء مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها هو مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية وذلك لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد وأكد رشوان أن مجلس الأمناء سيتابع في اجتماعه القادم الالتماس الذي قدمه المستشار النائب العام للإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب التظاهر تضامنا مع فلسطين نفى مصدر أمني رفيع المستوى لإدعاءات الإسرائيلية بموافقة مصر على نقل منفذ رفح أو بناء منفذ جديد بالقرب من كرم أبو سالم وقال المصدر أنه لا صح على الإطلاق لوجود أي مباحثات مصرية لإسراف إسرائيلي على منفذ رفح وأكد تمسك الدولة المصرية بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني من منفذ رفح وأشدد المصدر على أن مصر ترفض دخول أي قوات عسكرية لها داخل قطاع غزة موضحا أن ترتيب الأوضاع داخل القطاع بعد العملية العسكرية الجارية هو شأن فلسطيني كما أكد المصدر أن مصر كثفت اتصالاتها خلال الساعات الأخيرة مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية لمحاولة تجاوز العقبات التي تواجه اتفاق وقف إطلاق النار وصل جيش الإحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفارقة من قطاع غزة وأوضحت مصدر فلسطينية أن الإحتلال الإسرائيلي قصف منازل بحي الصبرة جنوب مدينة غزة ما أصفر عن شهداء ومصابين وفي جنوب القطاع قصفت مدفعية الإحتلال حي الشابورة ومحيط دوار العودة وسط مدينة رفح الفلسطينية دعا الرئيس الفرنسي إمانويل مكروع إلى تحالف ديمقراطي وجمهوري واسع في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في مواجهة حزب التجمع الوطني اليميني بعد تصدره نتائج الدورة الأولى وقال مكروع أن المشاركة الكبيرة في الدورة الأولى تظهر أهمية هذا التصويت بالنسبة إلى جميع الفرنسيين وبحزب تقديرات أولية تصدر حزب التجمع الوطني وحلفائه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا حاصدا أكثر من 33% من الأصوات فيما حصل حزب الجبهة الشعبية الجديدة الممثلة لليسار على 28% من الأصوات وحصل معسكر الرئيس ماكرون على 20% فقط من الأصوات أعلنت زعيمة التجمع الوطني اليميني مارين لوبين أن معسكر ماكرون تم محوه عملية وقالت لوبين التي انتخبت نائبة عن دائرتها في شمال فرنسا أن الفرنسيين أظهروا إرادتهم لطي صفحة سبعة أعوام من حكم الرئيس إمانويل ماكرون داعي الفرنسيين إلى منح حزبها التجمع الوطني الغالبية المطلقة قال الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم صاروخين باليستيين وأن عملية إطلاق الصاروخ الثاني لبما كانت فاشلة وانفجرة أثناء التحليق قال المتحدث باسم الجيش الكوري الجنوبي ليسونج جون إن بلاده لا تزال تحلل عملية الإطلاق ولم يتسنى لها على الفور تأكيد ما إذا كانت هناك أيئة إصابات أو أدران لحقت بممتلكات كورية شمالية وكانت بيونج يانج انتقدت أمس منورات عسكرية مشتركة أجرتها كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة قبل أيام وهددت برد صاحق على مثل هذه المناورات